ولاية دبا ذات تاريخ العريق وسوقها الذي كان يعد واحدا من أشهر أسواق العربي قديما وهو سوق دبا التاريخي وبجهود من أبناء الولاية وبدعم من معالي السيد وزير الدولة ومحافظ مسندم أعاد أبناء الولاية إحياء هذا السوق بشكل مبسط وعلى عدة مراحل قام الفريق المكلف بدراسة الموقع أول شكاة كموقع اخترنا عدة مواقع في المنطقة لكن الكل ألمينا على أن هذا هو الموقع كبداية أن هذا يكون موقع السوق والحمد لله بدين الجمعة الماضية في أشياء بسيطة خيم والحمد لله يعني ذاك اليوم كان هواء والخيم متحركة شوي تحركت وعادر تأينا على ملاحظات الجمهور والباعين أن نوضع شيء ثابت يكون يعني ما يتأثر بالهواء والحمد لله من الجمعة السابقة إلى الجمعة هذه هذا اللي تغير صارت سوينا الخيم كمرحلة أولى والكشكات استوي شيء زين وحقيقة يعني منتوجات المزارع ما أدري وين يوديها شيء كالت الغنم وشي زرينوها وشي أطينوها ولكن الحين الحمد لله نعمة هذه نفعة كل مواطن والمواطن فرحانين فيها السوق سيساهم في تعزيز النشاط التجاري ورفض المستهلكين بمختلف البضائع المحلية كما يهدف إلى دعم أصحاب المنتجات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولاية دبا من خلال إقامته في يوم الجمعة من كل أسبوع وبشكل مستمر مع وضع خطة طموحة ليشمل باقي أيام الأسبوع مستقبلا كما سعت اللجنة المنظمة لسوق لتشجيعهم بالمبادرة في عرض منتجاتهم من خلال إعفائهم من مستحقات استيجار الموقع وعدم طلب التخيص المسبق حقيقة افتتاح السوق هذا جاء أدخل بهج والسرور لأبناء ولاية دبا وكذلك أحيى الذكرى التاريخية لسوق دبا التراثي القديم وحقيقة أوجد جميع السلوء الاستهلاكية والإنتاجية والمحلية اللي ينتجها المزارع المربي من منتجات غذائية استهلاكية الإنسان أو الحيوان أو لكذا وجمع المنتجات في مكان واحد السوق الذي تم اختيار موقعه بعناية وذلك خلف حصن دبا التاريخي شهد إقبالا في عمليات البيع والشراء في مختلف المنتجات المحلية وبأسعار مناسبة دون إغفال التأكيد على التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا كوفيد-19 سوق دبا الشعبي كان مجرد فكرة وقد وجدت هذه الفكرة النور أخيرا وحققت هدفا مهما وهو جمع أصحاب الأسر المنتجة مع المستهلكين بلقاء مباشر وفي مكان واحد وكل الإنجازات كانت مجرد فكرة وتحققت من ولاية دبا محافظة مزندم نجم بن عبدالله الشحي